مستعدة للحرب وتراها فرصة هكذا تعبر إيران عن نفسها على لسان قائد الحرس التوري الإيراني الذي لا يترك فرصة دون استثمارها في تمجيد الحرب وتقديم إيران كقوة عسكرية مستعدة لالتهام محيطها الجغرافي وإسقاط الأنظمة السياسية المجاورة لها التي تصفها بالمتخلفة سياسيا والآيلة للسقوط التصريح الأخير لقائد الحرس التوري الإيراني يأتي بعد إحباط وصول شحنة أسلحة ثالثة كانت في طريقها إلى الحوثيين وهو ما اعتبره البيت الأبيض الأمريكي مثالا على أنشطة إيران التي تقوض الاستقرار في المنطقة وقال البيت الأبيض على لسان ناطق باسمه إن موضوع شحنة الأسلحة قد يثار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كلما أبدى الحوثيون استعدادا للدخول في مفاوضات تؤدي إلى إنهاء الحرب سرعت إيران بإرسال المزيد من الأسلحة فالتوقف الحرب يعني أن سيفا من سيوف الانتقام سيتوقف عن مهامه التي صنع لها وهو ما لا يسر إيران هذا السلوك يناقض ما تقوله الوقاع على الأرض فالحوثيون قرروا خوض مفاوضات مباشرة مع المملكة العربية السعودية والذهاب في مفاوضات وتهدئة مفتوحة كما عبر عن ذلك الناطق باسم ميليشيا الحوثي وهذا ما لا تريده طهران التي تفضل بقاء الحوثيين مجرد أداة تستخدمها لتخويف خصومها وتحقيق مكاسب على مختلف الأصعدة وفي الوقت الذي تتشكل فيه الوفود المزمع مشاركتها في مشاورات الكويت وتتلقى لجال مراكبة وقف إطلاق النار التدريبات في مسقط والكويت لا يزال الانقلابيون يحشدون قواتهم باتجاه الجنوب للسيطرة على مناطق استراتيجية بالقرب من قاعدة العند الجوية ولا يبدو أن هذه التحركات تهدف للاستقواء بنتائجها على طاولة المفاوضات بقدر ما تظهر إيمان الانقلابيين بالعمل العسكري كخيار وحيد تسنده المفاوضات ولا تحل بديلا عنه ترجمة نانسي قنقر